النفقة التي طرحت كسؤال التي تجب في العادة على الرجال إزاء النساء وخاصة القاصرات منهم طبعا ما دام قد ذكر العامل الذي من خلاله يبنى عليه الكلام ألا وهو الزواج ما تام ما دام قد تم الزواج على وجهه الشرعي وبمطلوبه الإسلامي الذي يقوم على أساس الحقوق المتبادلة بين الزوجين فإن ذمة الأبي قد برئت منذ أن استلم هذه المهمة وهذه الوظيفة الزوج فيقع على عاتق الزوج كل التكاليف المادية التي تتعلق بأهله وفي من بين أولويات المسؤولية التي تقع على الزوج الإنفاق على زوجته وأنت تعلم أخي الحبيب حتى إذا وقع نزاع بين الزوجين فإن المتعين على الزوج أن يبقى على نفقته حتى ولو وصل إلى الطلاق الذي لم تخرج المرأة به من عدتها والتي تلزم بيتها فإنه في هذه الحالة كذلك فإن المسؤولية العظيمة المتعلقة بالجانب المادي تقع على عاتق الزوج وهذا لا يعني بأن الأبى فضلا وليس أمرا أنه لو رأى خصاصة قد أصابت ابنته وأعطاها شيئا من ماله حتى تستعين به في حياتها حتى ولو يرده على ثهره فهذا طبعا من باب الإحسان من كرامه من باب الإحسان أما الواجب فإنه يقع تقع مسؤولية الإنفاق على الزوج ابتداء واضح وهذا مما قرره الشرع ومعروف عند الناس ولله الحمد والمنى ترجمة نانسي قنقر